السلام عليكم بهذا الفيديو انا ما بدي اعلمك كيف تبيع هذا القلم انا بدي اعلمك كيف تخلي الكلاينت يقولك انا بدي اشتري هذا القلم في اكثر من النقطة لازم نفهمها اولا العميل بحب يشتري دائما ولكن ما بحب حدا يبيع له هاي النقطة لازم تحطها بدماغك انت كموظف سيل لازم تكون فهمها 100% حتى انت كشخص لما بدك تشتري ما بتحب حدا يضغط عليك بشان تشتري متج معين وانما بتحب انه هذا يكون الشيء من قرارك الشخصي فانا رح اعلمك الان استراتيجية او تكنيك بسيط يساعدك في احتمالية انك تسكر الديل تاعك بنسبة 40 الى 50% اكثر من احتمالية لو حاولنا نسكر الديل بدون استخدام هذا التكنيك البسيط شو هو هذا التكنيك اول شي لو انا سألتك شو احسن طريقة انك تسكر فيها الوفر تاعك او الديل تاعك مع العميل رح تجاوبني انه تقدم افر للعميل ما يقدر يرفضه مثلا سعر مغري بس صديقي حط في بالك هذا الشيء طبعا خطأ مهما قدمت عرض سعر مغري بالنسبة لك ما زال هذا الشيء غلط لازم تقنع العميل انه الشيء اللي بيدور عليه هو الموجود عندك بالتمام طيب كيف اعمل هذا الشيء دائما لا تعطي خيار واحد فقط للعميل انت مثلا لو دخلت على سوبر ماركت بدك تشتري منتج على سبيل المثال خلينا نحكي مسحوق غسيل ورحت لارفف اللي فيها مسحوق الغسيل فوجدت في عندك منتج واحد بحجم واحد فما عندك اي خيارات اخرى اذا رح يكون في عندك نقطة واحدة للمقارنة او للمفارقة وهي انك تنظر للسعر وللميزانية الموجودة اللي معك رح تنظر مثلا على المحفظة تعتك هل الفلوس هذي بتكفيني لاني اشتري هذا المنتج او لا طيب شو العمل شغله بسيطة جدا انك تقدم في العرض تاعك او في الوفر تاعك خيارين او ثلاث خيارات هنا انت بتشيل التركيز عن نقطة اشتري او لا على انه اي واحد من هاي الخيارات هو المناسب الي اكثر طبعا مع ذكر المواصفات والمميزات لكل خيار وهنا بتترك بعدين القرار للعميل في اختيار احد هذه الخيارات دائما العميل بحب يلعب لعبة الشراء بامان بحيث انه هو بيدور على اعلى قيمة وباقل سعر ممكن وبنفس الوقت هو بحب يختار ما بحب حدا يجبره او يكون تحت ضغط على اختيار صنف معين او منتج معين نفس فكرة لو دخلت على محل ملابس مثلا مباشرة بيجي موظف المبيعات بيجي يقولك اهلا وسهلا كيف بادر اساعدك كيف بادر اخدمك الية دفاعية عشوائية عنا بنقول له لا شكرا بس بتفرج وطبيعي منا نعمل هيك مشان في عنا نقطتين الاولى لانه بنحس انه في حدا بده يبيعني فانا كشخص ما بحب حدا يضغط علي وبحب يكون قرار الشراء قرار خاص فيي لحالي ما بحب حدا يدخل في هذا الشيء الثاني انه انا بعطي هنا فرصة لنفسي افكر واقرر براحتي انه هل هذه القطعة اللي انا ماسكها في ايدي هل هي المناسبي لي هل هي المناسبة من الميزانيتي لذلك انا بقول له عفوا اه حابة تفرج بس وبهاي النقطة الصغيرة لو ضفتها على الديل تاعك او على الوفر تاعك انت هيك صديق ميحل تزيد فرصة تسكير الديل تاعك 40 الى 50% عن لو ما استخدمت هاي الطريقة جربوها وخبروني زبطت معكم ولا لا سلام